السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوة الاسلام انا المستشار احمد عبد المهر كل عام وانتم بخير كل عام وانتم في سلام وامان بمناسبة العام الهجري الجديد لكن لي يعني نقطة نظام او بقى تحفظ على انه هذا هو عام هجري جديد وانه تاريخه باكر السلساء الموافق الحادي عشر من سبتمبر سنة 2018 دي انا بتحفظ عليها وبارجو من الاخوة الازاهرة والمسؤولين في الازهر وفي الارصاد الجوية انه يعلموا انه الشمس هي المسؤولة عن الصيف والشتر ومن ان عندكم انتم بقى في التقويم القمري حاجة اسمها ربيع اول وربيع ثاني وجمادة الاولى وجمادة الاخرة يبقى لازم تروحوا للشمس علشان تعملوا تقويم ايه معنى كلمة تقويم معنى كلمة تقويم يعني تعديل ولكن التقويم الشمسي التقويم الميلادي تقويم القمري او التقويم الهجري ايه الحكاية التقويم يعني ايه تقويم تعديل اصحح علشان يحصل التوافق علشان ما تقوليش حضرتك ربيع اول وجايلك في الصيف يبقى اللي سماه ده سماه يعني ما كانش يفعل واخد باله ولا حاجة زي كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا يوم خلق السماوات الارض قبل انت ما تدخيل قبل كل البشر ما تدخيل منها اربعة حرم قبل الاسلام ما ييجي ذلك الدين القيم فلا تضموا فيهن انفسكم يبقى ايزا لازم يبقى فيه علاقة بين التقويم الشمسي والتقويم القمري هذه العلاقة عدا موجود هذه العلاقة قدى ايه قدى انك انت تحج مرة في يناير وتحج مرة في يوليا قدى انك انت بتصوم رمضان في غير وقت رمضان بتحتفل بليلة القدر في غير ليلة القدر بتحتفل بالعيد الكبير في غير العيد الكبير اذا لابد ان نشوف الحكاية دي طب واحد هيقول اثبت لي انه الكلام ده غلط اللي احنا بنعمله اقولك اثبتلك مش العام القمري او العام الهجري يقل 11 يوم عن العام الميلادي ايو اذا كل اثنين وثلاثين شهر العام الهجري بيسبق بشهر وكل اثنين وثلاثين سنة العام الهجري يسبق بسنة وكل تلتمائة سنة العام الهجري يسبق بتسع سنين لقوله تعالى ولبثوا فيك فيهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة اذا يا جماعة يا ابتوع التقويم القمري يا ابتوع التقويم الهجري لازم يحصل تقويم تقويم يعني تعديل علشان خاطر رمضان يجي في رمضان والعيد يجي في العيد والحج يجي في الحج والتبه كده المعملان مظبوط عشان ما تقوليش ربيع أول جايلك في الصيف وجايلك في الشد ويبقى لازم نعرف انه تقويم يعني تعديل والتعديل مش حرام ربنا لما تكلم في ان النسيء حرام تكلم على قوم بيحلونه عاما ويحرمونه عاما لواطئه عدة ما حرم الله عشان يحربوا ولا يصطادوا ولا 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 لكن احنا هنا حاجة تانية ده نسيء حلال ده اسمه تقويم يبقى إذن منفعش تقولي انه احنا دلوقتي 1439 هجرية و2018 ميلادية طيب لما تقعد تنقص كل سنة 11 يوم هيجي يوم هيبقى لتنين سابعة يعني مثلا نقول سنة سبعة تلاف وسنة سبعة تلاف يطلع هجرة الرسول من مكة للمدينة يوم متولد سيدنا عيسى وبعدين بقى بعد كم سنة كمان تقوم العام الهجري يسبق فلما العام الهجري يسبق يحصل يحصل انه انه الرسول عائز صلت والسلام هاجر هاجر من مكة الى المدينة قبل سيدنا عيسى ما يتولد ويطلع سيدنا عيسى هو خاتم النبيين ونعلم الكلام اللي انتو بتقولوه ده الطريقة اللي انتو ماشيين بياه ما احنا عايزين كل حاجة عندنا تبقى مضبوط وطبعا احنا في دولة المؤسسات ماينفعش واحد زي يقول تصحيح كده احنا عايزين نصحح التقويم فينصحح او احنا عايزين نصحح حكاية الرسم العثماني ده غلط يقول نصحح او يقول انه ده ما فيش عذاب في القبر يقول نصحح لا طبعا لابد للمؤسسة ان تقوم بدورها مؤسسة المنوط بها الامر ان تقوم بدورها وهنا انا شايف ان اخواتي وحبيبي اللي في الازهر ما بيقوموش بدورهم خالص بتاتا لسه عاديين بيقولوا برضو ان الرسول عليه الصلاة والسلام امي ما بيعرفش يرى ويكتب ولسه بيقولوا ان السعبان الشجاع الاقرع ولسه بيقولوا ان الصلاة المستقيم جسر على جهنم ولسه بيقولوا ان الفتوحات الاسلامية من الاسلام بيقولوا كلام خرافة كتير او عايزين يعني ما عليش اصله الفكرة اهمة من التخصص اذا كنتم متصورين نفسكم متخصصين فلازم تفهموا ان متخصص بالعقل تماما زي وزال من ضد اللي قدامي دي تخصص بدون عقل احنا عايزين العقل الاول وبعدين التخصص اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم شكرا جزيلا